السلام عليكم كنت مسافر واحد البلد يروح الجزائريني بزن سوليه بززاف واني جاي هنا يا وبعد اللاحظة الظاهرة غريبة بزنسيات بنات صغار كبار بزنسيات جايين ديرين شبكتها العلاقات مع لجان مع الاخر اوضاس جرعة يقصروا يدوروا يديروا كلش ايه وبعد حتى في الطائرة سبحان الله في الطائرة قدامنا واش ديرين ديرا احنا رحنا في الطائرة هي ديرا الغنات على الراي وزيت له افون في التليفون عادي لاحش ما لاوالو وبعد قلت نقول انا واش كاين هذا يا وكنت احتكيت بناس وقصرت معهم ناس عايشين في بلدين اجنابية يحكوا لي على مشاكل سهراء والبنات الجزائريات رحوا تزوجوا هذي تزوجت بطركي هذي تزوجت بسوري هذي بخاليجي وبعد الترماو التماء وساءت لحالة حب وصروا لهما شكل كبار ما ممكن جدا ديروا حص على حاجة كما هذي وبعد السؤال المطروح ورهم والديهم ورهم خوتهم ورهم اقرب الناس لهم انو مهما كان طفلة تقعد طفلها طفلة تربيت ومجتمع جزائري في أسرة جزائرية على فكرة قوامة الراجل تربيت على فكرة انو كيندي من الراجلة حيسند الظهر تحها يا اما زوج يا اما أب يا اما أخ وبعد كي ترفع الضبط بشكل سريع مباشرة وبعد قال القيح العمرك كيفش نديرو احنا يا لانو مشكلة حيسرالها احنا في الصورة النماطية في المجتمع الجزائري في الصورة النماطية الطفلة اللي تدخل دومنت عرجال ودير نشاطات دكورية احيانا تصرفها دكورية اقل شي عقب المجتمع انو متزوج لانو احي احي يخدم على الصورة النماطية احي يخدم على السمعة احي يحاق بها بفكرة الزواج وهذه الظاهرة كانت منتشرة بقوة بكده اللي كانوا دي كادر النساء اللي كانوا دي كادر مو دارع غيره المجتمع باش يعاقبهم لانو وفض فكرة انو الوطارات يحكموا في الرجال ما يخلونش يتزوجوا يقولي ما كانش لي تقدم بيانسو تغيرت الأمور دوكا لحقنا الوحد دارجة بزيف وعرا كيفاش أصر يبعتوا بنتهم لترونش بات البساطة كيفاش أصر يبعتوا منهم باتهم يبزنسوا الكابة وعلا بينهم بلي المتطلبات تعل بزنس تعل الكابة متمشيش معها اخلاقية مرأة متمشيش مع الحياة تعل طفلها لانو لازم تنافيقي لازم تنافيقي ايه وديرت شبك تعل علاقات هنا وليهيك وميليقش بيها تشغل تشوه الصورات على المرأة الجزائرية والمرأة الجزائرية معروفة بلي محافظة لو كان قارنوا المرأة الجزائرية بعدة نساء غالبية نسات المجتمعات العربية المرأة الجزائرية بزيف بزيف محافظة بارابوليوم بزيف محترمة بارابوليوم وبعد يجوا البنات هادوما يبعتوهم والديهم يعطلهم حرية ماشي في بلاستها وبعد يخسروا الصمعات على المرأة الجزائرية ويشوغوها لأننا ما نشضد فكرة المسؤوليات على المرأة بصح يا جماعة الحرية عندها دوابط نمدوا الحرية على حساب الاحتياجات نمدوا الحرية على حساب الحاجة كيفش مثلا يبعتوا وبناتهم يقراه في ليطانوجي تبعت انت طفلة صغيرة تكنت تحكم فيها وبعد ما راح تكتشف الحرية بلد تنبolis تحكم فيها بعد ما راح تكتشف الحرية ميطاني كبير يلتما هاي دخلتتا خرجتا خدمتا وش واحد مانا بل وش هاي يديل وباحت اغضوا تقول هاي البلاد ما تقول ايش البلاد قول تخدمنا هم بورتكوها تقدرت رحنا هم بورتكوها لانو الدات وحرية فوق وش كان لازم لازمتدا باش ما عندها قصور حنا ولادنا مكبار رجال ورقبوهم علش الرقبوهم باش ما يغتهربوش اخطاء تمشي مع السينتاهم طبيحي ولد في عمرو 18 20 سنة و 21 سنة ها ديارة و مورا ماشي مورا هاق منكم همو صغير يقدر يتكبحها ما قال أخطأ شحال دراريهم اللي مدولهم والديهم طنوا به لاتهما صغار ودروا بهم ديقات شحال مدراري اللي باتوا في ديور فارغين ودروا بهم ديقات شحال قدروا نحسبوهم حرية مدها على حسب الوقت المناسب على حسب النرج المناسب تبعتوا بناتكم صغار تبعتهم لطرانجة اللي لعبوا بهم ديوبة اللي لعبوا بهم ناس جزائريين و أجانب يتمسخروا بهم و بعد كنت تلحقوا للزواج أمور يقول كان هادي عندها باسي هلين تديروا قدايا ونروا من الناس ونروا يمسؤولي أخلاقية على الأسرة على الأهل على العائلة وعلى شوهوا صورة على المرأة الجزائرية بها الطريقة في حدة دول أجنبية هلاش وحلاش الرجال يستعملوها يستعملو هذه العلاقات برك هذا الشغل غرائزيين وشغل يستعملو فيهم ويلعبوا ببنات الناس ما نحطوش فضعية كما هادو ما لولد الراجل كين بعتوه 18 و 19 و لترانجة كين خطر كبير عليها أنا نعرف ناس راحوا لترانجة راحوا فيها كمبلاتمو ولو تعمو خديرات وحاشيش وضاعوا وما قدروا شي قراروا و تبرتوربا ما نعرف شي عيش بها الطريقة بلا ضبط قاع المجتمعات عندها نظام تعضبط التحى نظام تعراقابتها مهم الطفلة كين تتزوج تقعد مراقابة ما شي مع انتها خاش قاسرة مرافقة هادي مرافقة لازم احنا رانا كبار ونحتاج وشكون يرافقنا رانا كبار ونحتاج وشكون ينصحنا احيانا نعيط علينا بطريقة مؤدبة وناعمة انسان قاع يحتاج النصيحة الدين الدين النصيحة خليين حكموا درايريديجان وشنو شعارتنا انا نافيقيه اه دبروا عن شكم القوحول الوعلاق كان غير تدران فى الدنيا هادية كان غير تاوي فى الدنيا ما كانش حاجه اسمه حرمه ما كانش قدر ربي يفتحها اليك ربي يعطيك من حاجة نظيفه علش تقبلوا بكل شي هدي يقبل الرشوة كل وقت مبريرات الله غالب وش من الله غالب هذه تبعت بنتك تبعت بناتكم تجربهم على أمور كما هذه معقول هذا هذه القيم التي تربينا عليها لازم من الاستقراط على المجتمع لازم يكون عندنا نعمة ضبط سيتوتافي نورمال ما يعرفوش يسيروا حرية كما هذه كبيرة عليهم وبعد صلصات ريطار وبعد كيت صلصات ريطار وش تقول تقولك أنا ما نفسدش واحدين نفسد معايا بنات الناس لأنه إذا عما تخفت بعد تكريينا فئة تعبنات موجودين على شبكة التواصل اجتماعية في كل بلازة ويفسدوا في بلدنا يديروا كل ش بيجي فسدوا بلد ينتقموا من المجتمع أحيانا المجتمع ظلم هم أنه بالغ يخلي الولد يغلط وما يخليش طفلات يغلط لا لا جرم الولد كي يغلط تانيت يمارس طبط كبير على الطفلة ويخلي الولد راجل ما فيش لعيب لا لا مارس نفس الضغط هادي الأخطاء اللي راينصروا لنا يؤسفني نشت المظاهرة هادا وبعد كي هادرت مع الناس قالوا لي ماشتوا له هادا وش حبينا نظم باللي لازمنا نعسوه شوية بناتنا كمانا نعسوه ولدنا نعسوه بناتنا لأنه ماشي كل حرية جميلة ومكشي كل حرية مناحة لازمنا نرفقوهم باش غدوا يعيشوا حياة سعيدة كامل ماشي يعيشوا امبيريو ديعتقدوا باللي عمديني الله فارو سعادة مع الاخر يدفعوا التمنتحة طول حياتهم المتبقية